هنتكلم النهاردة عن الفنانة حنان الطويل اسمها الحقيقي طارق وهو رجل متحول جنسي اسم الشهرة حنان الطويل ولدت في 12 فبراير عام 1966 وهي من موليد برج الدلو في حياة مليئة بالصراعات والعنف والانتقادات عاشت حنان الطويل أو طارق قبل تحولها جنسيا إلى امرأة لم يستطيع طارق التأقلم مع ملامح جسده الزكورية فهو دائما يشعر من داخله بأنه أنسى يحب التبرج ووضع مصاحيك التجميل ويرى نفسه في نجمات الأفلام الاستعراضية ويفضل دائما التصرف كأمرأة ففي خلال رحالات سفره الكثيرة للدول العربية قرر أن يجري عملية ليتحول إلى حنان الطويل عادت حنان الطويل بشكلها الجديد لأسرتها التي رفضت تماما احتضامها ولم تشعر بمعاناتها الطويلة وتعرضت للهجوم والعنف من المحيطين بها ولكنها قررت خوض الحياة دون الالتفات لأحد فبدأت في تحقيق حلمها بانضمامها لإحدى فرق الفنون الاستعراضية التي أهلتها للعمل للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية بعد نجحها في كف التجارب الأداء بسبب مساحة صوتها الواسعة ظهرت حنان للمرة الأولى على شاشة السينما عام 1999 في مشهد واحد فقط في فيلم عبود على الحدود ليلتفت لها المخرج الكبير شريف عرفة الذي رشحها لفيلم الناظر عام 2000 وقامت فيه بدور ميس انشراح الذي تعرف عليها الجمهور فيه بشكل أكبر قدمت حنان الطويل عدد من الأفلام خلال الأربع عوام التي قضتها في الفن كان آخرها عام 2003 وكان دورها في فيلم عسكر في المعسكر لتختفي بعد ذلك تماما عن الشاشة لم تسلم حنان الطويل من مضيقات المحيطين بها بسبب عملية تحولها لأنسة حتى وصل الحال بتقديم بلاغات كاذبة للشرطة كما وجهوا لها عبارات قاسية من السخورية إلى أن وصل الأمر بأخذها بالقوة لمستشفى الأمراض العقلية التي توفت فيها في 1 ديسمبر عام 2004 ولا يعرف سبب وفاتها حتى الآن هل هو انتحار أم أزمة قلبية أم الصدمات القهربائية التي أدت إلى وفاتها وبعد وفاتها رفضت عائلتها أن تتسلم جثتها وتسلم جثتها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وهو من قام بدفنها تحت إشراف النقابة وفي إحدى التصريحات الصحفية التي أجرتها معها جريدة الرياضة السعودية أوضحت حنانة طويل من خلالها أن الأسباب الدفعة لتحولها جنسيا من زكر إلى أنسة هي أنها كانت دائمة الشعور بأنها أنسة على الرغم من ملامح الزكورة التي ولدت بها وذكرت أنها قبل عملية التحويل كانت تضع مكياش قباقي النساء بالإضافة لتربية شعرها وهذا الأمر جعلها تجد صعوبة مع الجيران ومضايقات كانت تتعرض لها كثيرا لدرجة قصف الأطفال لها بالحجارة عندما كانت تمر من الشارع ودي كانت نبزة عن الفنانة حنانة طويل ولو أعجبكم الفيديو أعملوا لايك واشتراك في القناة